عسكرية من قوات الفرق الأولى مدرع إلى أبيان للمشاركة في الحرب المحتدمة ضد مقاتلي جماعة أنصر الشريعة التابعة لتنظيم القاعدة تنفيذا لتوجيهات الرئيس بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة وقالت المصادر أن قائد المنطقة الشمالية الغربية وجه بإرسال تعزيزات عسكرية إضافية إلى جانب اللواء 135 مدرع الذي تم إرساله في وقت سابق من الأسبوع المنصرم إلى جبهات المواجهات المحتدمة ضد مقاتلي القاعدة للمشاركة في الحرب الدائرة هنا وصلنا وإياكم مشاهدنا الكرام إلى ختم جولتنا لهذا اليوم نترككم في رعاية الله وحفظه إلى حلقة الغد بإذن الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة أهلا بكم مشاهدين الكرام نعاود اللقاء بكم مجددا في برنامج السلطة الرابعة وكما عودناكم دائما وفي حلقتنا لهذا اليوم نستعرض أهم ما جاء في المواقع الإلكترونية والصحف المحلية والخارجية أبدأ الحلقة بسم الله الرحمن الرحيم والبداية من صحيفة الثورة الرسمية حيث طالعنا فيها خبرا تحت عنوان أمانة العاصمة تطرح قريبا مناقصات سبع مشاريع جسور كبيرة بكلفة سبعين مليون دولار حيث ذكرت الصحيفة اعتزام أمانة العاصمة وقطاعها الفني قريبا طرح مناقصات سبع مشاريع جديدة كبيرة لجسور وأنفاق في العاصمة صنعاء بتكلفة إجمالية تصل إلى سبعين مليون دولار ونقلت الصحيفة من وكالة الأنباء اليمنية سبع على لسان وكيل أمانة العاصمة لقطاع الشؤون الفنية المهندس معين المحاقري قولة إن الهيئة الإدارية للمجلس المحلي بالأمانة وقطاعها الفني ضمن خطتها الاستراتيجية لتنفيذ الجسور والأنفاق التي بدأ العمل فيها منذ عام 2005 في إطار الجهود المبذولة من قيادة الأمانة للحد من مشكلة الإزدحام الملوري الذي تشهده العاصمة صنعاء في الجوالات والتقطعات الرئيسية أقرت مؤخرا طرح مناقصات سبع مشاريع جديدة للتقطعات الرئيسية والجسور والأنفاق والتي تم استكمال وثائقها وإرسالها خلال الأسبوع القادم للنجلة العليا للمناقصات لمراجعة الوثائق والموافقة على إنزالها كمناقصة عامة تمهيدا للبدء بالأعمال الإنشائية لتلك المشاريع الحيوية وبحسب الثورة فإن المهندس المحاقري أكد أن المشاريع المقرة والبالغ تكلفتها 70 مليون دولار بتمويل مشترك من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي ومقره الكويت بلسبة 70% و30% مساهمة الحكومة اليمنية وأوضحت الصحيفة بأن مصادر التمويل تنقسم إلى مجموعتين الأولى تشمل على جسر تقاطع شمال القيادة محور المطار وجسر ونفق في تقاطع جولة بيروت محور حدة وجسر ونفق تقاطع جولة تائز الصافية محور الدائري فيما تتضمن المجموعة الثانية جسر ونفق تقاطع جولة دارسل محور الخمسين إضافة إلى جسر تقاطع جولة عصر محور الستين مبينا أن مشاريع المجموعة الثانية يتم تمويلها حكوميا 100% من البرنامج الاستثماري لأمانة العاصمة للعام 2012 إلى صحيفة أخبار اليوم وتحت عنوان بينما العمالقة يخلفون الحرس اليوم في الجبال المحيطة بصنعاء والنقاط الواقع على خط صنعاء عمران العميد الحليلي يتسلم اللواء الثالث حرس بغياب طهرق حيث تطرقت الصحيفة في سياق الخبر إلى أنه من المقرر أن يتسلم العميد الركن عبد الرحمن الحليلي مهامه في قيادة اللواء الثالث حرس جمهوري وفق ما أكدته مصادر مقربة من اللجنة العسكرية لأخبار اليوم وبحسب الصحيفة فإن طارق محمد عبد الله صالح لن يحضر دور الاستلام والتسليم بعد أن قدم استقالته من قيادة اللواء الثالث حرس رغم أنه لا يحق له تقديم استقالته منه كونه قد تم تعينه في اللواء 37 مدرع مما يشير إلى أن طارق محمد عبد الله لا زال يرفض قرار رئيس الجمهوري الذي قضى بتعين العميد الحليلي قائدا لللواء الثالث حرس وذكرت المصادر أن اللجنة ستقوم اليوم بإنزال جميع قوات الحرس المتمركزة في الجبال المحيطة بالعاصمة صنعاء وكذا إزالة النقاط التابعة للحرس الواقع على خط صنعاء عمران مشيرة إلى أنه سيتم استبدال قوات الحرس والجبال والنقاط بقوات تابعة للواء العمالقة 29 مشاه ميكا كما سيتم استبدال جميع النقاط الواقع على خط صنعاء مأرب بقوات من الشرطة العسكرية وستكون نقاط تفتيش عادية ليس ضمن معداتها أي سلاح ثقيل بحسب ما ذكرته المصادر للصحيفة بالتزامن مع إعلان 300 سجين في جيزان الإضراب عن الطعام حورية مشهور للجمهورية على الرياض إخضاع السجناء اليمنيين إلى محاكمة عادلة فقد ذكرت الصحيفة على لسان الوزيرة مشهور قولها إن الوزارة تطالب بإطلاق صراح من انتهت محكومياتهم مشددة في الوقت ذاته على ضبط الحدود اليمنية لمنع التسلل عبرها ومخالفة القوانين بعبور الحدود بطرق غير قانونية أو القيام بممارسات خارج القانون وبحسب الصحيفة فإن تصريح وزيرة حقوق الإنسان حورية مشهور يأتي في الوقت الذي أعلن فيه أكثر من 300 سجين أغلبهم يمنيون في سجن جيزان العام الإضراب عن الطعام مطالبين بسرعة تنفيذ توجيهات ولي العهد السعودي الأمير نايف بن عبد العزيز والتي قضت بالعفو العام عن جميع السجناء الوافدين وإبعادهم خارج الدولة عدى المحكومين في قضايا تموس أمن الدولة والذي صدر في التاسع من الشهر الحالي ونقلت الصحيفة على لسان أحد السجناء في السجن جيزان العام للجمهورية قائلا إن الإضراب يدخل يومه الثالث في ظل تدهور صحة بعض السجناء الذين قضوا سنوات طويلة في السجن مطالبا الجهات المسؤولة في اليمن بسرعة التحرك الفوري لإخراج آلاف السجناء اليمنيين في سجون السعودية منذ سنوات إلى المواقع الإلكترونية والبداية من موقع الصحوانت وتحت عنوان جمعة من أجل شهدائنا التهيئة قبل الحوار ومطالب بالإبعاد والإعدام خلال إحياءهم جمعة من أجل شهدائنا التهيئة قبل الحوار أكد شباب الثورة في 18 محافظة يمنية على ضرورة تهيئة الأجواء قبل عقد مؤتمر الحوار الوطني وبحسب الصحوانت فإن شباب الثورة أعلنوا عن مطالبهم والتي تضمنت عشرين مطلبا تقدموا بها إلى الحكومة وأشر موقع الصحوة إلى إصرار الشباب على إبعاد أقارب الرئيس المخلوع ومحاكمة المتورطين بقتل المتظاهرين وإطلاق صراح جميع المعتقلين قبل الدخول في أي حوار وطني مؤكدين لا حوار مع من لا زال يحمل الترسان العسكرية لا حوار وشبابنا في سجون العائلة وفي الذكرى الأولى لشهداء مجزرة ملعب الثورة التي سقط فيها عشرات الشهداء برصاص قوات صالح وبلاطجته أكدت واردامار أن محاكمة القتل أمر لا يمكن التنازل عنه وأن من ارتكب المجازر ضد شباب الثورة لا يمكن أن يفلت من العقاب مطالبين بإسقاط الحصان عن المخلوع وقاربه وأعوانه محافظ أبيا يدعو علماء اليمن لإصدار فتوى صريحة ضد القاعدة ويقول أنه لن يكرر أخطاء من سبقوه وتحت هذا العنوان ذكر موقع المصدر أونلاين على لسان محافظ محافظة أبيا جمال العاقل دعوته جامعية وهيئة علماء اليمن سرعة اتخاذ موقف وفتوى صريحة تجاه ما تقوم به الجماعة المسلحة من تهديد وتشريد لآلاف الأسر في أبيا مؤكدا أنه إذا استمر سكوت البعض تجاه ما يتعرض له أبناء أبيا فقد تتطور الأوضاع لتصل إلى محافظات أخرى وحول التسريبات الإعلامية بخصوص إعلان لودر عاصمة مؤقتة للمحافظة ذكر المصدر نفي العاقل ذلك مؤكدا أن لودر جزء من أبيا وبالتالي فإنه يفضل أن يدير أعمال المحافظة منها ولا يريد أن يكرر أخطاء من سبقوه في قيادة المحافظة من فنادق عدن التغيير نت بن عمر يلتقي ممثلين عن شباب الثورة ويؤكد ضرورة الاهتمام بمطالبهم وبحسب التغيير نت فإن مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر التقى ممثلون عن تكتلات وإتلافات شباب الثورة في ساحة الحرية وميادين التغيير المختلفة مساء أمس الجمعة وأشار الموقع إلى استماع مبعوث الأمم المتحدة لما طرح من قبل الشباب الثورة من آراء ومطالب الثوار التي اشترطوها للدخول في مؤتمر الحوار الوطني المزمع انعقاده في الأشهر القادمة ونوه الموقع إلى تأكل بن عمر على ضرورة الاهتمام بمطالب الشباب المشروعة واعدا إياهم بأنه سيرفق هذا من تقريره المقدم لمجلس الأمن في جلسة انعقاده القادمة وفي سياق متصل دعم ممثل شباب الثورة المبعوث الأممي إلى زيارة مناطق أرحب ونهم وبني جرموز للإطلاع عن قرب على القتل والتدمير والجرائم التي لا يزال يمارسها نجل المخلوع ضد أبنائها المؤيدين للثورة السلمية إلى موقع مأرب بريس وتحت عنوان وساطة قبلية وحقوقية تنجح في إقناع جماعة أنصار الشريعة بإطلاق 73 جنديا هددت بإعدامهم حيث كشفت مصادر قبلية بمحافظة أبيان لمأرب بريس بأن جماعة أنصار الشريعة ستقوم بإطلاق سراح 73 جنديا تحتجزهم منذ حوالي شهرين كأسرى لديها أشار الموقع إلى مصادر قولها بأن مساعي لمشائخ ووجهات قبلية بالإضافة إلى وفد حقوقي من صنعاء تكللت بالنجاح مشيرة إلى أن قبيلة المراقشة وبعض قبائل يافع وآل فضل ومجموعة من أهل الأسرة قامت خلال يومين الماضيين بجهود حثيثة لإقناع عناصر أنصار الشريعة بإطلاق سراح الجنود المحتجزين لديها دون قيد أو شرط مؤكدة بأن قيادة الجماعة أبدت تفهما كبيرا باعتبار القضية إنسانية وأضاف الموقع من المقرر أن يتحرك صباح اليوم وفد من قبيلة المراقشة بالإضافة إلى وفد حقوقي من صنعاء ووجهات قبلية أخرى إلى منطقة المخزن بجعار لإطلاق سراح الجنود المحتجزين هناك بشرط ووقف عمليات القصف حتى تتمكن لجنة الوساطة من إنجاز عملها الإنساني التحقيق في قضايا فساد مالي بمؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية وتحت هذا العنوان كشف مصدر مسؤول بمؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية بميناء الحديدة لموقع المؤتمر نيت بدء التحقيقات الرسمية في قضايا فساد مالي بملايين الريالات ومئة الآلاف من الدولارات حدثت في المؤسسة في الفترة الماضية وبحسب المؤتمر فإن الكابتن جمال عبدالقادر عايش نائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة أوضح للموقع أن توجيهات الصاري ما صدرت من وزير النقل الدكتور واعد باديب شددت على ضرورة قيام الإدارة بتجفيف منابع الفساد وتطهير المؤسسة من الفاسدين وإيقاف العبث بالمال العام وطالب موظف ميناء الحديدة بسرعة إحالته إلى نيابة الأموال العامة واسترداد ما بحوزته من عهد للمؤسسة ومستغلين في الوقت ذاته بقاء اسمه حتى اللحظة في كشوفات الرواتب والمكافآت الخاصة بقيادة المؤسسة إلى الصحافة الخارجية والبداية من الأهرام المصرية وتحت عنوان هادي يرفض اشتراك قوات أجنبية لضرب القاعدة حيث ذكرت صحيفة الأهرام نقلا عن مصادر يمنية قولها إن الرئيس عبدالربو منصور هادي رفض طلب الاستخبارات العسكرية الأمريكية والجيش الأمريكي توسيع نطاق ضربات الطائرات بدون طيار الأمريكية لاستهداف المجاميع الجهادية المقاتلة على نطاق واسع وأضافت المصادر أن الرئيس هادي طلب من الجانب الأمريكي الحصول على موافقته قبل تنفيذ أي عملية خوفا من تعرض المدنيين للإصابة وبالتالي توسيع عداء رجال القبائل للحكومة وبحسب الصحيفة فإن هادي رفض مجددا اشتراك أي قوات أجنبية بشكل مباشر في الحرب ضد مقاتلي تنظيم القاعدة في عدة مدن جنوب وشرق اليمن وبحسب الصحيفة فإن الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال أعلنت عن تعرض أنبوب تصدير الغاز الذي يربط القطاع 18 بمحطة بالحاف لعمل تخريبي يتوقع أن يكون تنظيم القاعدة وراءه ونطالع في الخليج اللواء الأحمر يوجه بإرسال تعزيزات عسكرية إضافية لأبيان ونقلت الصحيفة عن مصادر عسكرية مقربة من اللواء علي محسن الأحمر قائد المنطقة الشمالية الغربية والفرق الأولى مدرع قولها إن اللواء الأحمر وجه بإرسال تعزيزات عسكرية من قوات الفرق الأولى مدرع إلى أبيان للمشاركة في الحرب المحتدمة ضد مقاتلي جماعة أنصر الشريعة التابعة لتنظيم القاعدة تنفيذا لتوجيهات الرئيس بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة وقالت المصادر أن قائد المنطقة الشمالية الغربية وجه بإرسال تعزيزات عسكرية إضافية إلى جانب اللواء 135 مدرع الذي تم إرساله في وقت سابق من الأسبوع المنصرم إلى جبهات المواجهات المحتدمة ضد مقاتلي القاعدة للمشاركة في الحرب الدائرة هناك وصلنا وإياكم مشاهدنا الكرام إلى ختم جولتنا لهذا اليوم نترككم في رعاية الله وحفظه إلى حلقة الغد بإذن الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة